اهلا وسهلا بكم في بيرنامجنا حكايات الناس قبل ما نبتدي موضوع البينامج ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو فيروس كورونا بالنسبة لفيروس كورونا لازم نعمل اللي علينا لازم نتجنب التجمعات لازم نخرجش كتير لازم نعمل التعقيم المطلوب ولكن انا بتكلم النهاردة في حاجة مهمة اوي ان انا شايفة فيه خوف وزع من موضوع فيروس كورونا انا جاي اقول فيه حل للخوف وزع بتاع فيروس كورونا وهو ان احنا اولى بنا ان احنا نخاف من ربنا من احنا نخاف من فيروس لان الخوف من الله سبحانه وتعالى هو بيقدي الى ايه ان احنا نحس بالطمئنينة والامان والسلام على بلدنا وعلى اهلينا وعلى بلاد المسلمين وكل البلاد ان شاء الله فلازم نسك بربنا نحسن الظن بالله وان شاء الله هنعدي الازمة دي على خير ماشي وعمعانا دلوقتي نرحب بزاملتي اسماء غزال ازاكي اسماء ازاكي انسة الحمد لله الحمد لله اتكلم برضو في موضوع كورونا ده وعايز اقول برضو يا جماعة ان خفنا بيقلل المناعة حاولوا يا جماعة ما تخفوش عشان المناعة ما تقلش المناعة لو قلت احنا محتاجين نزود المناعة خفنا بيقلل المناعة وعندنا النهاردة هنتكلم في موضوعنا بقى موضوعنا النهاردة فيه سبق طبي وهو سم النحل ومعانا الاستاذ عبد الله خبير في العلاج في سم النحل اهلا وسهلا بيك اهلا بيك نبتدي كده نسأل حضرتك ايه حكاية قصة سم النحل ده هو احنا يعني احنا عارفين انها قصة كبيرة جدا عايزينك بقى تقول لنا كده بتوسع كده بسم الله الرحمن الرحيم ويخرج من بطنها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس ده صدق الله العظيم ده كلام رب العزيز فسم النحل ده خارج من بطن النحل يعالج جميع الامراض المستعصية والمزمنة والبسيطة والخفيفة وجميع الامراض اللي اصابت بها البشرية يعني اللهم عافينا وعافيكم بإذن الله تعالى من اساس العلاج الامراض تقوية المناعة اللي هي بتسبب جميع الامراض او بتعمل خلال فوظائف جسم الانسان بتخلي تخش لي اي فيروس يعني احنا فيروس كورونا مثلا لو اي انسان مناعته قوية مش هصب الفيروس يعني عايز تقولي ان ممكن سم النحل دوت بنشط الجسم يخلي الفيروس ما يدخلش يقوى المناعة ده نمر واحد في قوية المناعة جسم الانسان تمام وبالذات من ناحية الفيروسات اللي هي الاستنشاقية تمام بيعالج كمان الغضريف الفقرات الخشونة احنا كنا عارفين ان سم النحل دوت بيجي يعني هو طب ايه شعبي كنا كنا الاول ايه بيجيب عن طريق لضغط النحل انها مثلا يجيبوا النحل في كوباية ونحطها على مثلا المكان المصاب تمام بحيث ان النحلة تلضغ تمام فانا دلوقتي يعرفنا ان فيه طرق جديدة للعلاج بسم النحل بدلا من ايه استخدام النحلة نفسها او فده يعني فهل ده موجود ايه دلوقتي عن طريق الحق عن طريق مثلا الحق هو حضرتك الموضوع ان احنا نجيب النحلة كنا ونحن نلضغ بيها ده كان اولا اهدار للنحل لان النحلة بتموت تمام حاليا بنجيب اجهزة بنحطها في المناحل بناخد منها لدى النحل وبعدين بنكرره ونفلتره ونحطوه في امبولات وبنحجن به المصاب تحت الجلج يعني فيه فعلا امبولات حضرتك بتجهزها طب يقيت يا شباب بس يجيبونا صور الامبولات ديت تمام حضرتك السم النحل في الامبولات بالذات لازم يكون تحت اشراف معين اه الا فيه صور رأيت يا فنة اه حضرتك ايوة ده امبولات بقى لسم النحل اه بالضبط امبولات لسم النحل والحجامة ده احد تبقى الحجام حضرتك اه اه الامبولات دي لها تركيزات معينة تمام فمش اي حد رجاء ان يعني مش اي حد يجيب مصل نحل من اي مكان ويستعمله استعمال شخصي لا وفي كمان حاجة حضرتك برضو عايز اسألك برضو فيها هو اي جسم ينفع معاه الارس النحل ده؟ اي جسم ينفع معاه المصل ده؟ لا حضرتك مش اي انسان ينفع معاه المصل النحل ايه الاجراءات بقى اللي حضرتك بتعملها؟ اه هو حضرتك احنا لازم نعمله اختبار اصلا للاسع النحل يعني في اختبار بيتعامل قبل للاسع النحل لازم يتعامل للشخص اللي هيعمل تمام لازم يتعمله اختبار لان لو ما عملوش اختبار ممكن تعمله حساسية مفرطة تمام ولو الجرعة زادت او التركيز بتاع اللي سم النحل زاد بيعمل تقرحات في الجسم ايوة ومحتاج ان هو لازم يكون خبيل اللي بيعمل كده طبعا اكيد طبعا لازم يكون واحد متخصص وعارف تركيز ابقى كرره تركيز تركيز سم النحل كام تمام احنا عاوزين حاجة امنة اه في الوقت طبعا الناس بتخاف جدا من موضوع ايه لسع النحل وسم النحل فاحنا عاوزين حاجة تكون امان فعلا اللي يستخدمها بحيث ان هو ما يحصلهش حساسية ما يحصلهش مضاعفات وحضرتك الغرب كله اتجه حاليا زي فرنسا ويطاليا اتجه في معامل مخصصة لاستخلاص سم النحل في العلاجات جميع الامراض جميع الامراض اه نعودين بقى الامراض المستعصية والمزمنة اللي هي ممكن العلاج الطبي مش لقلها حل فيعني زي ايه كده الارومتايد حضرتك الارومتايد بيعالج الارومتايد اه والرومتايد تساقط الشعر الشيديد خالص السعلابة السعلابة النهائية طب دي مشكلة جديدة وساعات الناس مش يعني بصراحة بتدخع الدكاترة والعلاجات بس مفيش ممكن يكون ايه بتدي مثلا علاج بس بعد المدة طويلة هالعلاج سم النحل أثبت فعلا حالات نجحت في الموضوع ده؟ ايه طبعا حضرتك تتحالات ومؤكدة بدون ذكر اسماء ان هي كان عندها امراض رومتزم ورومتايد وصرطان قولون عفاكم الله جميعا وتم شفاءها الحمد لله رب العالمين حاليا الجزائر مثلا بدأت اتجاه اتجاه كلي للعلاج بسم النحل تمام وبعض الدول برضو الدول الأوروبية برضو عملت كده وبرضو المعاهد اتفتحت علشان يعلموا الناس الجديدة ازاي يستخرجوا المصل ده؟ هو حضرتك المصل النحل أولا نتائج فعالة وآمنة مع الاستخدام الصح ورخيصة جدا وحلوا ايه بقى في طبعا مرض السكر معظمهم بيبقى عندهم الأطراف عندهم بتكون تعبانة ايه بقى العلاج بتاع سوم النحل اللي بيعالج أطرافهم برضو بيتعالج ده؟ آه بيتعالج حضرتك الأطراف بيعالج السكر نفسه ولا بيعالج الأطراف؟ لا بيعالج الأطراف الأطراف دي بيجي تنميل مثلا أو رعشة في الأطراف بتيجي من ضغط العصب اللي مرضى السكر فلازم أنا أشوف سبب المرض فيني الأول عشان نبدأ العلاج الصح تمام وبعدين في حاجة برضو يعني ماشي في الدنيا كلها اللي هي الأجسام المضادة اللي هي اللي بيفرزها الجسم بالضبط هو برضو بيعالجها بيعالج طبعا اللي هو بيعمل اتزان اتزان كامل لهرمونات الجسم يعني بص الحاجة اللي النزلة يعليها والحاجة اللي عالية ينزلها فيعمل التوازن في حاجة برضو ثاني اللفتت انتباهي أن دي كاترد يقولك إيه مريض ضغط أو مريض سكر يعني إيه مريض ضغط أو مريض سكر يعني الإنسان ده هيعيش ويموت مثلا بالضغط أو بالسكر أمراض مزمنة يعني لأ حضرتك هو التشخيص والعلاج لكن ربنا زي ما خلق الدواء خلق الدواء فيه توازن فما ينفعش أن أنا أقول ده هي مريض ضغط يعني عيش ويموت بضغط أو مريض سكر لأ يعني سم النحل العالج الموضوع ده؟ طبعا حضرتك سم النحل ده ليه فوائد اللهم صلى على سجنة النبي حاجات يعني إيه ملهاش بديل صناعي أو في الكيميكال يعني هو فيه مادة واحدة بس تعادل نص الجرام مثلا في الجرام تعادل نص وخمسين في المئة من الجرام بتعادل عشر أضعاف الكورتزون بس طبيعي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ف يعني نرجو من الله أنه ربنا يمن علينا ونتوسع في سم النحل وأن يعني ونتاخد الموضوع بشكل جد شوية عشان ربنا من علينا بالحية دي وحضرتك العالم كله اتجه ليه دلوقتي يعني حضرتك في كل الدراسات دلوقتي الطبية اتجهت فعلا تماما لسم النحل طبعا دراسات في جميع دول العالم بدأت حاليا أن هي اتدخل سم النحل في العلاج الأمراض وبكرة تاني أمراض المستعصية تمام والمزمنة وأمراض العظام ده دي نمر واحد في أمراض العظام خشونة فقرات غضريف عنقية أو غضريف فقرات ظهرية يعني احنا بنقول للناس كلها ان شاء الله في حل في سم النحل لعلاج الغضروف وعلاج اللي هو الانزلاك الغضروفي وعلاج ألمه والخشونة والروماتيزم والروماطايد تمام وعرج النسا حضرتك وعرج النسا طيب تمام حلو قبل تمام فربنا الحمد لله رب العالمين يمن علينا برضو أن نتوسع في المجال ده وناخد الموضوع برضو بشكل جد شوية لأنه هو الأيام اللي جاية بإذن الله تعالى هيوجد اتجاه كامل للعلاج بسم النحل طيب بالنسبة للأسعار بقى والله الأسعار حضرتك هتبقى في متناول الجميع لأنه مش هتبقى برضو مش مرتفع يعني نهائي نهائي لا يعني الناس اللي قاعدة في البيت دلوقتي وبتسمع هتقول نفس الكرام طيب إحنا نوصل له إزاي أو إيه اللي إحنا مثلا يعني أدويته إزاي أو إيه اللي هيتم معاه يعني خطواتك إيه هو حضرتك السم لازم يكون حد متخصص من مكان آمن يكون متفلتر كويس ومتعقم كويس تمام عشان لو فيه نسبة شوائب في المص نفسه يعني مش متفلتر كويس ولا متحلل كويس هيعمل التقرحات في مكان الحاجة ده بيبقى داحت إشراف إشراف مثلا خبير في عطاء مثلا الجرعة ديت ولا ممكن الإنسان ياخد مثلا العبوة في البيت وحالك تقول له مثلا إيه هايخدها كم مرة أو كده أخطر ما يمكن حضرتك إن المعالج يدي المصل للمريض وقوله استعمل مع نفسك لأن كل مرض ليه جرعة معينة ومدة معينة تمام يعني كل جلسة تفرج من مرض لمرض والجرعة تفرج من مرض لمرض والتركيز يفرج من مرض لمرض فدي أخطر ما يمكن إن الواحد يدي المصل لإنسان أو المريض نفسه يروح لمركز أو يروح مثلا لحد متخصص هي يعني إحنا نقول له هو ما ينفعش إن إحنا حد يستخدمه أصلا لوحده بالظبط كده بالظبط وما ينفعش حد يقولك أنا ممكن أعملها لك وأنت كن مش مواش مصدر ثقة أو مواش معروف إنه هو مثلا مشي في المجال ده كتير مثلا لازم يكون موصوق فيه لازم حضرت يكون موصوق فيه ويكون برضو خبرة تمام خبرة في المجال لازم طبعا خبير في المجال تمام ويكون برضو الخبير يكون جايب مصل النحل أو سم النحل من مكان آمن يعني هو بيفرق كمان النحل نعرف إن النحل ده اللي بيأكل في الجبل واللي بيأكل من أنواع النحل يعني آه أنواعه وبيأكل السكر فبيفرق دوة المصل بتاعه بيفرق من نحلة لنحلة آه تفرج من بيئة لبيئة من بيئة لبيئة آه طبعا الجبل مثلا غير اللي في الزراعة اللي غير لين في الأشجار طب وأكثر علاج بقى بيبقى يعني أنتو بتعالجوا أكثر باللي هو اللي هو اللي بيبقى واكل سكر ماء بسكر ده ولا اللي بيبقى واكل في الجبل ولا إيه ده لا هو حضرتك الأول أنه اللي واكل سكر ده مش هينفع أن احنا ناخد منه تركيزات عالية تمام تمام الشجر والجبل بس الجبل أفضل بس بيحتاج تكرير كتير وفلترة كتير عشان فيه رواسب أو شوائب بيتيجي معاه من المنطقة النفس عشان هي منطقة جبلية فبييجي حاجات رمليات وحاجات جميع هو إحنا نعرف طبعا أن أرصة أو لسعة النحل مؤلمة جدا لكن هل العلاج نفسه اللي هو العلاج المستخرج بقى من النحل هل فعلا مؤلم؟ هو مؤلم هو مؤلم في أثناء الحجن بس يعني بالتوقيت ثلاث دقائق بالزبط وبعد كده الألم بيروح عايزة برضو أسألك زمان كان ممكن عائل صغير يتلسع من نحلة كده إيه فوائدها بقى؟ إحنا مكناش نعرف طبعا أن لها فوائد إيه فوائدها بقى؟ فوائدها هي هو مش عيان ده طفل مثلا يعني بترفع المناعة بتاعتين جسم تمام وتعمل تاني وبتقوي دهاز العصبي آآ وتنشط الدور الدموية يعني تلعت اللاسعة دي كانت مفيدة وإحنا اللي مش فهم آآ طبعا آآ طبعا سبحان الله يعني كان زمان بيقولك المريض مرض مزمن ما كانش النحلة بتروح تلسعه يعني آيوه سبحان الله فسبحان الله سم النحل ده كرم من عند الله ومن علي نبيه هو النحل ده عالم لوحدهم وعايزة أقول برضو يا جماعة أن النحل ده حشرة أنثوية يعني حشرة أنسة أنثة يعني حاشرها يعني ما عندهمش رجالة غير هو احنا بنتكلم في عيد الامي كمان دلوقتي يعني في عيد الام كله صعب طيب وانت طيب والشغالات اللي فيه كلهم الخلية كلها بتبقى عبارة عن اناس طبعا هم اللي بينتجوا كل الحاجات المفيدة جدا لنا دول زي العسل وانواعه طبعا وزي سم النحل اللي احنا بنسمعه منه النهاردة ده انت عارف ان حضرتك سم النحل دوت كان من ايام الاغريق ايام الاغريق وكان ايام العسل الوسطى كانوا بيستخدموا النحل في الحروب يعني مثلا عاوزين ايه يعني يهجموا على قلعة ولا حاجة في العسل الوسطى كانوا بيدفعوا بكميات كبيرة جدا من النحل على الاعداء عشان يشتتوهم فالنحل استخدم في حاجات كتير جدا هي عشرة صغيرة كده ايوة بس سبحان الله يعني فويدة كتير جدا ماشاء الله يعني احنا نعرف بس العسل لكن احنا فيه فواد تانية كمان يعني العسل فيه شفاء من اي مرض سمه كمان يا سبحان الله وبعدان برضو معلومة بالنسبة للعسل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه تداوى امتي بسلاس شرطة محجم وشربة عسل وكيم بالنار يوازي الالم وانهي امتي عن الكيم فما يجيش واحد يجيب كيلو عسل يحطه في البيت وكل يوم يخدهم معلاجتين ويقولوا انا كده هخف من مرض معين تمام لا لازم حاجة مقدار ومعينة جرعات معينة لكل مرض تمام يا سبحان الله جرعات معينة لكل مرض فده برضو من كرم ربنا علينا من كرم ربنا علينا في هذا المخلوق العجيب اللي هو النحلة حالات تكيل برضو الناس لو هم مثلا عاوزين يشوفوا من اي مرض عن طريق استخدام عسل النحل ممكن تقولهم الجرعات قد ايه طريقة استخدام قد ايه هو حضرتك انا بحكم على الجرعه ازاي طب احنا نعرف كده بعد الفاض ناشا رجعنا لكم ثاني ومعانا نكمل حادثنا بالنسبة للعلاج بسم النحل احنا عاوزين نعرف بقى هل سم النحل علاج فقط ولا ممكن يدخل في عملات التجميل تجميل البشرة الشعر يعني بدل بقى فيه عندنا الفيلر ونسمع على الفيلر ونسمع بقى على البوتكس والحاجات دي والبلازمة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وفي نتيجة بقى فعلا بتجيب نتيجة ومجربة حضرتك وجايب نتيج فعلا الله أكبر عليها تمام والهالات السودة والنمش وحب الشباب تمام وفي برضو زيوت مستخلص من نحلة للشعر للتساقط الكامل للشعر والتساقط البسيط برضو تمام في العلاج برضو في تساقط بقى فيه تساقط شامل يعني ساعات ببقى فيه مرض زي التعلبة آه زي التعلبة كلية هل فيه فعلا علاج لها لأن فيه ناس يعني نسبة بسيطة برضو بتشتكي من تساقط الشعر وفيه تساقط كامل كمان هل فيه علاج لكده فيه زيوت حضرتك للساعلبة مع اتباع بورتوكول علاجي برضو بسم النحل تمام وتفتح البشرة وآمنة جدا 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 لأنها ما فيهاش أي مركب صناعي نهائي غير أساس الكريم تمام والهلالة السودة برضو زي ما قلنا والنمش وحب الشباب والنظرة والتفتيح برضو وفيه حاجات دلوقتي طالعة اللي هي البروتين والكرياتين والحاجات دي سم النحل داخل فيه الموضوع دا يعني ممكن فعلا هو يساعد على انبات الشعر ويساعد على نعمة الشعر يساعد لحضرتك بيناعم ويطول والتجعيد والله أكبر عليه يعني أنا عارفة أن المركز بتاع حضرتك في أسيوت طيب إحنا دلوقتي لو حد عاوز يطلب أي منتج من حضرتك يعني إزاي يعني في أي حتة من الجمهورية من القاهرة مثلا أو اسكندرية أو أي حد هو يتواصل معي حضرتك وأنا بشحله اللي هو عايزه لحد مكان البيت يعني حد مكان اللي أقامه اللي هو فيه طيب فيه أضرار بقى لإستخدام الاستخدام العلاج بسم النحل آه فيه أضرار إحنا دلنا برضو نوعي المشاهدين عشان مش أي حالات الواحد يستخدم فيها العلاج بسم النحل وإحنا لازم نعرفها برضو فيه أضرار حضرتك يعني مرض الكنصر ما يفعش إن هو يتعالج بسم النحل تمام؟ الجرعة الزايدة زي ما قلت التركيز الزايد تمام؟ والحساسية والحساسية أو الحساسية حضرتك أول ما يتحاجن بسم النحل بيجيب الحساسية مفردة على طول تمام تمام؟ ده مش أي جسم لا مش أي جسم آه يعني فيه جسم يتقبل وجسم لا والجرعة الزايدة برضو بيجيب حساسية آه يعني الجرعة الزايدة بيجيب حساسية تركيز الزايد بيجيب حساسية وحساسية مفردة وده ملهاش علاج غير إن هي بتاخد علاج حساسية يقع معنا كده إن المريض لازم يتواصل مع حريتك عشان تشحله طريقة العلاج وإزاي مثلا بتدهله الأمبولات أو الدواء إزاي يستخدمه؟ مش مثلا بتدهله وخلاص لطريقة معينة آه لي طريقة معينة ولي برضو زي ما قلتلك كل مرض لي عدد جلسات معين وكل بين جلسة وجلسة كده يوم بس لازم يجي لك بقى المكان ده ولا إيه في أسيوط مثلا؟ أول لازم حضرتك يجي لمركز لازم يجي لمركز آه لأنه لو عديته المصلة مثلا وقلت له حاجة نفسك بيه أنا معرفش الجرعة لها هيحجينها كام؟ وهيحجينها بعد غدية وهل هو عقم وأنا مش عقم لأن التعقيم ده مهم جدا 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 في مكان الحاجنة برضو تمام تمام لازم لازم يكون يكون واحد متخصص متخصص في علاج سم النحل وفاهم التركيز كام؟ الجرعات كام؟ مكان الحاجن فين؟ المرض نوعه إيه؟ ده حضرك بتكلم عن العلاج أما التجمليات والحاجات زي العلاجة لا التجمليات لا حضرتك التجمليات هو بياخد علب الكريمات ويستعمالها عادي زي أي كريم بس النتائجه فعالة من أول أسبوع هلاج الدنيا بسم الله الله أكبر طيب هو طبعا إيه؟ يعني أنا شافها بردو أن الحاجات متخصص في الحجامة وفي الحاجات الثانية نحن عاوزين طبعا نستكمل الحديث بس وقت البرنامج خلص وأرجو أن تكونوا أستاذ المشاهدين يستفادوا من حلقة النهاردة وإن شاء الله يعني توعدنا بحلقة تانية نستعمل إيها الحوار وشكرا وإن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا حكايات الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر